الله بالخير وسأنا أياكم الفيديو 17 من سلسلة فيديوهات رمضان المبارك وسؤالنا اليوم يقول شلون نقدر نعتمد على الإضاءة الطبيعية فقط بالتصوير وبهذا الفيديو راح أنطيك مجموعة من النصائح والمشاكل اللي راح تواجهك إذا قررت تعتمد على الإضاءة الطبيعية فقط بالتصوير بالبداية لازم تخلي في بالك الاعتماد على الإضاءة الطبيعية ممكن ينطيك نتائج رهيبة ممكن تحصل على صور بشكل إضاءة مختلف بإضاءة ممتعة للعين ورح تحصل على صور ما تكون مألوفة للعين أو الناس مدائما متعودة تشوفها مثل ما نعرف ممكن أغلب المصورين يستخدمون الفلاش والفلاش بالعادة يكون شكل الإضاءة مالتها متوقع يعني إذا مجموعة من المصورين استخدموا نفس الإضاءة نفس السوفت بوكس ونفس الاتجاه ممكن يحصلون على نفس النتائج لكن بالاعتماد على الإضاءة الطبيعية فمن مكان إلى مكان وتوقيت إلى توقيت وساعة إلى ساعة تختلف شكل الإضاءة بشكل جذري وهذا اللي يخلي هواية مصورين يعتمدون على الإضاءة الطبيعية ونتائج ممتازة جدا تطلعوا إياهم ممتعة مثل ما قلنا بس أكو مجموعة من المشاكل والتحديات اللي لازم تخليها في بالك قبل ما تقرر هذا القرار أول شي خلي نستعرض بعض النصائح اللي لازم تخليها في بالك إذا قررت تعتمد على الإضاءة الطبيعية وأول وأهم نصيحة هي التوقيت حاول جهد الإمكان تختار توقيت مناسب للتصوير وبالعادة تكون الساعة الذهبية هي أفضل ساعة للتصوير وهذه الساعة هي اللي تكون بعد الشروق وقبل الغروب هذا التوقيت الإضاءة تكون ناعمة شكلها كلش حلو بها ضربة لون ممتازة جدا يعني شيء ممتع جرب حتى إذا بيوم من الأيام تصور بالتليفون فرح تطلع عندك الصورة كلش حلوة بمجرد ما تبلش الشمس يتغير موقعها وتبلش توصل إلى نصف النهار الإضاءة مالتك راح تكون جدا مزعجة مو حلوة وحادة وتبلش حتى الألوان تكون باهتة ومو ممتعة النقطة الثانية هي استخدام الإضاءة المنتشرة أو الدفيوز لايت وهذه الإضاءة نحصل عليها بالأيام اللي أكو بها غيوم خلي في بالك أنه الغيوم بالضبط تشتغل مثل السوفت بوكس بالعادة من أتصور بفلاش تخلي سوفت بوكس حتى الإضاءة تكون ناعمة هذا الفلاش هو نفسه مصدر الشمس والسوفت بوكس هي نفسها الغيوم فبمجرد ما كانت أكو عندك غيوم أنت راح تحصل على إضاءة منتشرة ناعمة ما بيها ظلال حادة وتقدر تطلع نتائج كلش حلوة فدائما انتبه واستغل هذه الأيام وطلع بيها النتائج اللي أنت تريدها النقطة الثالثة استخدم العواكس أو الرفلكترات دائما خلي وياك رفلكتر حاول تشتغل به تسوي بفل لايت حاول تستخدمه بالاتجاه المعاكس لضوء الشمس الرفلكتر راح ينقذك بهواية حالات أيضا استخدام الرفلكتر الذهبي راح ينطيك تركيبة خرافية إذا صورت وقت الغروب أو مثل ما قلنا بالساعة الذهبية راح تعكس هذا الضوء الذهبي على الوجه والشعر راح يكون ماخذ أيضا ضوء ذهبي من الشمس راح تطلع نتائج ممتازة جدا النقطة الرابعة ابحث عن الظل أو دائما دور على مناطق بيها ظل خاصة إذا فاتتك الساعة الذهبية والإضاءة صارت كلش قوية واضطريتها تصور بنصف النهار فدور على مناطق بيها ظل واستفاد من عدها وصور بيها وعيد ترتيب الإعدادات مالتك حتى تطلع على إضاءة حلوة وشكل الصورة يكون ممتع حاول تبتعد عن المناطق اللي يكون بيها إضاءة مباشرة لأنه راح تحصل على ظلال جدا حادة العيونة تصير عبارة عن نقر سودة النقطة اللي بعدها استخدم النوافذ إذا كنت تشتغل تصوير داخلي وين ما تشوف أكو شباك أكو عليه بردة خفيفة حاول تقرب الموضل أو الشخص قريب على الشباج واستخدمه وغاية حالات هذا الشباك راح يشكل لك ظل ممتع للعين شكل الشباك راح ينعكس على مكان معين على الجدار تقدر تستخدمه وتحصل بيه تأثيرات كلش حلوة بس خلي في بالك هذه الظلال لازم تستغل بيها وقت النهار أو منتصف النهار اللي الإضاءة تكون بيه حادة فتتشكل عندنا الظلال وهنانا انت لازم تبلش توازن شوك تتصور آتدور وشوك تتصور اندور أيضا حاول تجرب زوايا مختلفة دائما لأنه بمجرد تغيير الزاوية مالتك راح تشوف شكل الإضاءة تغير وتأثيرها تغير على عكس التصوير بالفلاشات أو الإضاءة الصناعية انت ثبت الزاوية مالتك وتغير اتجاه الضوء وأيضا لازم ما ننسى التصوير بنمط الرو لأنه هذا الامتداد راح ينطيك مجال لتعديل هواية أشياء داخل الصورة وحرفيا راح ينقذك بهواية حالات بعض الأحيان أكو مناطق تصير الإضاءة بها جدا عالية خاصة على الخلفية بمجرد تقليل الإكسبوجر أو الهايلايت راح تقدر ترجع بعض التفاصيل والعكس صحيح ويظل فملف الرو راح يكون هو الأدات الوحيدة والمنقذة إلك بالتصوير بالإضاءة الاعتيادية أو الإضاءة الطبيعية أما عن مشاكل التصوير بالإضاءة الطبيعية واللي لازم تخليها في بالك فبصراحة هواية وأغلبها ما عدنا سيطرة عليها أو بصعوبة حلة وأهم مشكلة هي وقت التصوير وتغير الإضاءة مثل ما قلنا بالنقطة الأولى أنت عندك الجولدن آور أو الساعة الذهبية وبالتالي باقي الساعات من اليوم ممكن ما تقدر تصور بيها أيضا المشكلة الثانية الظروف الجوية واي حالات ممكن أنت بلحظة تصير عندك أمطار أو يصير تراب وخاصة عندما تعرفون جو العراق ممكن بلحظة ينقلب وراح يضيع عليك كل التصوير أيضا مشكلة التوقيت إحنا بالعادة نعرف أنه أكو عندنا مشكلة هي مشكلة الالتزام بالمواعد ومشكلة الصالونات للعراس دائما ما توصلك العروس بالوقت المناسب حتى إذا كانت بايتة بالصالون فهم رح توصل متأخرة وبالتالي أنت ما رح تقدر تعتمد على الإضاءة الطبيعية بشغل التجاري مالتك لأنه بهواية حالات أنت ما مسيطر عليه وهذا الموضوع تجاريا يسبب لك مشاكل لأنه الإنتاجية مالتك رح تختلف وما رح يكون عندك السيطرة ولا رح تقدر تخلي الأفكار مالتك من الممكن تعتمد على الإضاءة الطبيعية بشغلك الخاص أنت ترتب الجلسات أنت تختار المودل أنت تتفق وياه على توقيتات معينة وتستغلها وتستخدمها إليك والموضوع رح يكون جدا مفيد إليك لأنه رح تتمرن بشكل رائع جدا وعينك رح تتعلم شلون تتحسس الإضاءة والظل والسيطر على هذه الظروف بس تجاريا مثل ما نقول شوية صعبة فحاول أنت توازن بين الاثنين ما تهمل الإضاءة الصناعية وبنفس الوقت ما تهمل الإضاءة الطبيعية ودائما جرب بين الاثنين والأحلى من هذا جرب أنه تشتغل وياهم فيناتهم سوية تستغل الإضاءة الطبيعية وتسوي full light بالإضاءة الصناعية ورح تطلع نتائج خرافية طوالنا عليكم شوفكم بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر